السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي لكل إخوة والأخوات في الداخل وفي الخارج حبيت باش ندير مداخلة على السريع تتعلق بالاستخدام السيء لذكاء الاصطناعي لاحظت منذ مدة بعض الصفحات فتحت لا سيامة على موقع اليوتيوب هذه الصفحات أصحابها ممش معروفين وربما ممش حتى جزائريين ويستخدموا في هذه الصفحات لإما للتحريف وإما لتحريف التاريخ يقدر يكون منهم بعض الجزائريين اللي ينتميوا لبعض الجهات اللي عندها عادة تقليدي للعرب والمسلمين ومعروفين أو بعض الأجهزة اللي ما يقدروا يخدموا في النور بالتالي لاجأوا لاستخدام هذا الذكاء الاصطناعي على جلب شوما يغرسوا بعض الأشياء لا سيامة هو أنه كان هناك رواج لهذه الصفحات دون نضال داخل في التفاصيل فقط هو أن نمت بعض الإشارات كيفش يستخدموهما هذا الذكاء الاصطناعي يكتبوا قال مثل النص يتعلق بأحداث مثلا جرت في التسعينات أو أحداث تتعلق بالتاريخ ويصيروا يترجموا في هذه النصوص إلى لغات مختلفة بالإضافة إلى ذلك فيه قارئ آلي بمعنى اللوجيسيال برنامج هو يقرأ ولما تسمعه تسمع صوت كأنه انتهى صحفي لو كان ما يكونش إنسان يعني يعرف يدقق لأنه مرات تلقى قال مثلا واحد ينسى قال مثلا اتفاقية إيفيون قال مثلا يكتبها هو اتفاقية إيفان فلما هو ينطقها البرنامج الألي هذاك ما ينطقهاش صحيحة ينطقها مثل ما هي مكتوبة له فتعرف أنت الإنسان اللي راه هو يعني عنده أبجديات في هذه الأمور يعرف باللي راه هو برنامج ألي فهو ما يستخدمه في هذا الذكاء الاصطناعي بخبث الناس داروه من أجل اختصار الأوقات الناس داروه من أجل خدمة هذه الشعوب وهذا الناس داروه من أجل تحريف التعالي ومن أجل إدخال الناس في صراعات مختلفة لذلك نطلب من إخوة والأخوات لا سيامة للجزائريين رغم فيهم ناس فتحوا صفحات مختلفة لا سيامة في موقع اليوتيوب كي الناس اللي هم ربما ديرين صفحات من أجل بشير تزقوا هكذا سارقة معلومات سارقة نصوص سارقة كتابات سارقة مقالات وأبحاث والدراسات مختلفة يصير لك هو يهزلك في هذا البحث والله في هذه الدراسة بإدخال أهواءه نقص هذه وزيد هذه ويصير هو يترجمها بلغات مختلفة من خلال هذا الذكاء الاصطناعي بالسارقة هكذا أو يعطيها البرنامج آلي هو يقرأها بأصوات مختلفة وفيما بعده ما يديروا لها منتاج بل حتى فيه بعض البرامج اللي يدير لك منتاج يعني آلي فهما يستخدموا يستخدموا هذا المنتاج ويلقوا حاشاكم الناس اللي هما الرؤسة عمقفلة يصدقوا فيهم ويعتبروا باللغة من الناس كما شفتوا الآن الحرب اللي رأها دائرة في غزة شفتنا عديد الناس اللي هما ينقلوا في فيديوهات وينسبوا فيها للمقاومة والمقاومة منها ببراء هكذا عمليات هكذاك كيف قلتها البليستيشن هذيك بالذكاء الاصطناعي وهما يصوروا فيها على أساس أنها رأها أعمال في غزة فنطلب من خوتي الجزائريين والجزائريات لا سيامة هو أنه يتحذروا إنسان اللي ما يبانش في الصفحة نتعه لأنه لما يبان تعرفوا لا طفل ولا كبير تعرفوا لهذا عنده علاقة بالتاريخ ولا لا سيامة الأمور المتعلقة بالتاريخ كي الناس اللي رأى نظرك هما ديرين دراسات وديرين أبحاث وديرين كتب ومؤلفات ومجلدات فيجي واحد انتا بسارقة هكذاك ويدير لك عليها منتاج والله من أجل الارتزاق ويزيده ويدخل لك فيها الأهواء انتعه على جلبة شوى كي الناس اللي الله قال بنتاعه مستويات تاحهم محدودة لا في الأمور هذي انتعه الانترنت والله والتيكنولوجي والذيك والله في أمور تاريخ الناس لا تقرأ كتابات ولا كذا وهم يصدقوا مثل هذه الخزعبلات لذلك أنصح خواتي وخواتي الجزائريين هو أنه بالاكم حلو لعينكم مشي أي صفحة تفتح خاصة اللي تحتل في أمور تاريخ كين أجهزة اللي هما ما يقدروش يمروا بعض الأشياء هكذا بالوجه والصورة لأنه خدمتهم هي مثل ما الخفش تعليل هذيك فهما يلجؤوا مثل هذه الخدع هذه على جلبة شوى يمروا هذيك الأشياء انتعهم حضروا بنفسية إلى غير ذلك باستخدام هذا الذكاء الاصطناعي وكين الناس اللي هما يرتزقوا وكين من غير الجزائريين اللي هما عندهم عاداء تقليدي للجزائر وبالتالي هما باش يكسبوا هما تعاطف الجزائريين ما يجبك شوى المعلومات كلها قال غالطة قال مثلا عنده حسابات ضد بومدين يجيب لك معلومات صحيحة على كريم من القاسم أو قال مثلا لعبان رمضان أو قال مثلا بن بلا أو كذا ويدخلك هو في بومدين وإلى غير ذلك رقم تعرفه قال الصحراء الغربية قال دي قال دي بالإضافة إلى ذلك كين الناس اللي هما ممش مسلمين وعلى بلهم هو بالصراعات هذه بين السنة والشيعة وكذا ويدخلوهما تحت هذه المسائلة هذه ويصيروهما يألفوا في الروايات في الأحاديث وفي القصص وفي الأحاجي بهذا الذكاء الاصطناعي وهما يغرسوكم بعض الأشياء عن طريقهم لذلك انتم صفحة شوف صاحبه وشكون هو يا هل ترى رأيبان بوجهوا من المرأة أسيادهم يتحدثوا في التاريخ وفي أي مجال والله رأيب هما متخفيين متخفيين لا تعرف سنهم ولا تعرف ثقافتهم ولا تعرف هويتهم هاكذاك متخفيين وراء برامج وراء أجهزة ويحاولوا أن يظلوا جعوب هذه كلمتي باختصار إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان أشكر كل الأخوة والأخوات اللي رأم تابعوا فيها لا سيمان الناس اللي رأم هما يتفعلوا إيجابيين مع التسجيلات المختلفة نلتقي إن شاء الله في فرصة أخرى إلى ذلك من حين تقبلوا تعياتي تقوى على خير